موسيقى السلام عليكم عزائنا الطلبة نلتقيكم عبر شاشة فضائية العراق التربوية لننقل لحضراتكم مادة محاسبة الشركات للمرحلة الثالثة الفرع التجاري قسم المحاسبة درسنا لهذا اليوم هو حل التمارين الفصل الثالث لمحاسبة الشركات ذات الفروع بطريقة اللامركزية التمرين رقم واحد جرت العمليات الآتية بين شركة الأهرام وأحد فروعها المستقلة وذلك خلال سنة 2009 المبالغ بآلاف الذنانير أولاً قام المركز بإرسال مبلغ أربع تالاف دينار نقداً إلى الفرع ثانياً كانت كلفة البضاعة المرسلة إلى الفرع من المركز ألفين وأربعمائة دينار ثالثاً مبيعات الفرع الإجمالية بلغت قيمتها ألف وستمائة دينار كلفتها كم؟ ألف ومائة دينار وكانت قيمة المبيعات النقدية منها ألف وثلاثمائة دينار رابعاً بلغت المتحصلات النقدية من الزبائن مئة وثمانين دينار خامساً دفع الفرع مبلغ أربعين دينار نقداً المصاريف خاصة بالفرع ستة حول الفرع مبلغ تسعمائة ألف تسعمائة دينار أفواً نقداً إلى المركز سبعة حمل المركز حمل المركز مبلغ ثمانين دينار عن حصص الفرع من المصاريف الأخرى المطلوب إذا علمت أن الطريقة المتبعة هي الطريقة اللامركزية بثمن التكلفة وأن المحاسبة على المخزون السلع لدى المركز والفرع تكون وثق الجرد المستمر فالمطلوب هو إثبات الأمليات أعلى في سجلات كل من الفرع والمركز الرئيسي مع تصوير الحسابات اللازمة عندي سؤال الأول بالفصل الثالث عندي أول شي راح أبدي آني بالسجلات المركز نانا آني عندي أولاً أربعمائة أربعة آلاف دينار من حساب جاري الفرع إلى حساب الصندوق ثانياً أسجل هذا القيد اللي هو آني عندي سجلت لأنه قام المركز بإرسال مبلغ أربعة آلاف دينار نقداً إلى الفرع إلى الفرع فهنا راح يكون آني أسجل بهذا القيد من حساب راح يكون الحل من حساب كما موضح جاري الفرع إلى حساب الصندوق عن إرسال بضاعة إلى حساب الصندوق أما عندي ثاني قيد راح يكون عندي ألفين وأربعمائة من حساب جاري الفرع إلى حساب البضاعة ثالث قيد راح يكون لا يسجل به قيد لأنه هو خاص بعمليات الفرع وأنا إذا أسجل بسجلات المركز رابعاً لا يسجل به قيد لأنه عمليات خاصة بالفرع وأنا إذا أسجل بسجلات المركز وخامساً أيضاً لا يسجل به قيد لأنه عند أسجل بسجلات المركز وليس الفرق سادسا نقطة سادسا كمان نلاحظ بالسؤال اللي هو يقول لي حول الفرق مبلغ 900 دينار إلى المركز والسابعة حمل مركز 80 دينار فنشوف الحل نقطة السادسة والنقطة السابعة سادسا رح يكون أني عندي من حساب الصندوق إلى حساب جاري الفرق ب900 دينار و80 اللي هو حمله المركز من حساب جاري الفرق إلى حساب مصاريف الأخرى لأنه هي خاصة بالفرق وأني حملها المركز بما أنه أني أسجل بسجلات المركز فلا يجوز ذكر اسم المركز في سجلاته حسب القاعدة المحاسبية لا يجوز ذكر اسم التاجر في سجلاته وأرحل هنا حساب جاري الفرق فرح يكون هذا الترحيل عندي أربعة آلاف صندوق من حساب جاري الفرق إلى حساب الصندوق فأسجل بأني بالجهة المدينة ويكون أني عندي حساب الدائن الصندوق وهنا أنا عندي أيضا 2400 اللي هو مدين جاري الفرق وأسجل اسم المقابل اللي هو بالدائن هنا أسجل مبلغ الدائن بالجاري الفرق أكتب الاسم المقابل إلى والفرق ما بين المدين والدائن يكون في حساب الدائن هذا في حساب أو ضع في الجانب الأقل اللي هو هذا بالفرق وأرحل إلى حساب رصيد منقول من المركز لدى الفرق أما في سجلات الفرق فرح يكون القيد من حساب الصندوق اللي هو هذا قيد الإرسال من حساب الصندوق إلى حساب جاري المركز ثانيا من حساب بضاعة إلى حساب جاري المركز ثالثا قيد إثبات المبيعات من حساب الصندوق من حساب المدينون إلى حساب المبيعات عندي هنا مبيعات نقدية عندي هنا مبيعات آجلة إلى حساب المبيعات الكلية قيد احتساب هنا الكلفة البضاعة المباعة أنا عندي كلفتها ألف ومية فأسجل من حساب كلفة البضاعة المباعة إلى حساب البضاعة ألف ومية القيد الرابع مية وثمانين من حساب الصندوق إلى حساب المدينون القيد الرابع من حساب الصندوق إلى حساب المدينون أنا كان عندي بالنقطة الرابعة ونقطة الرابعة بلقت متحصلات النقدية من الزبائن مية وثمانين دينار فأسجل من حساب الصندوق إلى حساب المدينون أما الخامس دفع الفرع مبلغ أربعين دينار نقدا من مصاريف خاصة للفرع من حساب مصاريف خاصة إلى حساب رح يكون آني هنا عندي الصندوق ستة حول الفرع مبلغ تسعمائة دينار نقدا إلى المركز من استلم المركز من حساب المركز إلى حساب الصندوق الفرع وهنا السبعة رح يكون عندي حمل مركز مبلغ 80 دينار عن حصص الفرع من المصاريف الأخرى من حساب عندي رح يكون مصاريف أخرى إلى حساب من الدفاعها عندي دفاعها عندي جاري المركز فهي نقطة السابعة كذا حالها وأرحل حساب جاري المركز أجيها المدينة أسويها بمبالغها وأكتب الحساب المقابل إلها والجهة الدائنة بمبالغها جاري المركز وأكتب الحساب المقابل إلها والفرق ما بين المدينة والدائنة أوضعها في الجانب الأقل وأكتب عليها رصيد مرحل إلى حساب رصيد منقول سؤال الثاني محاسبة الشركات تمرين الثاني لدى شركة دسرة فرق القرنة في 31-12-2013 عندي رصيد حساب الجاري مركز دفاتر فرق القرنة دائن بـ 37.500 وعندي رصيد جاري الفرق مدين 172.500 في واحد أولا في 22-12 أرسل الفرق مبلغ قدره 62.500 لم يستلم في 24-12 أرسل الفرق بضاعة مرسلة إليه من المركز من أرسلت للفرق من المركز مبلغ 152.500 سجلها الفرق بـ 35.000 نانب 26-12 أرسل مركز بضاعة بقيمة 20.000 وقد استلمها 27-12 أرسل الفرق أوراق بمبلغ 75.000 دينار واستنمها في 5-1 و29-12 أرسل الفرق حوالي إلى المركز مبلغ 37.500 إلا أنه ثبتت في سجلاته 127.500 إعداد كشف مطابقة البنك فرح يكون أنا عندي الحل أول شيء أنا عندي سجلات المركز والسجلات الفرق أول شيء أنا أرسلت بضاعة إلى الفرق من حساب نقد في الطريق إلى حساب بضاعة في الطريق طبعاً إلى حساب جاري الفرق لأنه أنا أرسلت بضاعة بضاعة في الطريق إلى حساب جاري الفرق بـ 62 هنا لا يثبت به قيد ثانياً هنا لا يثبت به قيد لأنه هنا هو الفرق المسؤول كان على النقصان البضاعة فهو سجلها بـ 35 بالنقصة بينما هي كانت 150.500 فالفرق عندي 27.500 فرح يكون أنا عندي من حساب البضاعة إلى حساب جاري المركز بالفرق ثالثاً لا يثبت فيه قيد بسجلات المركز بسجلات الفرق أثبت به قيد لأنه هي بضاعة بالطريق 20.000 إلى حساب جاري المركز رابعاً لا يثبت فيه سجلات الفرق لأنه هي أوراق قبض استلمت من قبل المركز من حساب أوراق قبض في الطريق إلى حساب جاري الفرق منه لزها لزها الفرق خامساً لا يثبت فيه سجلات الفرق وإنما فيه سجلات المركز لأنه دفع جاري الفرق إلى حساب الصندوق دفع الفرق إلى المركز من أجتي لمبالغ من أجتي من مبالغ من دفعناها الجاري الفرق من استخرجناها استخرجناها من الصندوق فإحنا سجلناها 37.500 بينما هي المبلغ الحقيقي مالتها 127.500 فالفرق ببيناتهم يكون 90 ألف وأضيفه إلى جاري الفرق بالفرق بالزيادة إلى حساب الصندوق وهنانا رح أعمل كشف المطابقة كشف المطابقة من الكشوفات المهمة جداً بسجلات ذات الفروق اللي هي بالطريقة اللامركزية أول شيء أنا عندي حسابين رصيد دائن وهو رصيد جاري المركز وهنا أنا أفتح رصيد جاري الفرق إذن أنا هو موجود عندي بالسؤال رصيد جاري المركز جداً عندي رصيدة 37.500 كما ذكر في السؤال وهنا أنا عندي رصيد جاري المدين طبعاً هنا هو ذكره دائن يعني بيادة دفاتر دفاتر الفرق وهنا بيادة دفاتر دفاتر المركز وأكتب رصيد جاري المركز دائن 37.500 وأكتب هنا رصيد جاري الفرق مدين 172.500 هذا رح يكون الترتيب ويعتمد عليه في الحل هنا كلمة يضاف يضاف المن أضيف أضيف معنىها للرصيد يعني الرصيد زائد هذا وله أضيف أضيف قيد رقم خمسة وقيد رقم ثلاثة قيد رقم خمسة اللي هو عندي كان قيد رقم خمسة اللي هو الفرق اللي هو 90.000 دينار وهنا قيد رقم ثلاثة هنا عندي 20.000 دينار قيد رقم خمسة وقيد رقم ثلاثة 67.500 قيمته وهنانا 20.000 اللي هو قيد رقم ثلاثة وهنا قيد رقم خمسة اللي عندي 90.000 دينار هذا فقط اليضاف إلى بحساب داء رصيد جاري المركز وهنانا فقط اليضاف بحساب رصيد جاري الفرق وهنا نشط رح من قيد رقم واحد رح أخذ المبلغ 62.500 ومن قيد رقم أربعة 75.500 فاش رح يكون 37.500 ناقص زائدا عفوا هذاني المبالغ رح يطلع لي الرصيد الصحيح 125.000 رصيد جاري الفرق رح يكون عندي هذا زائدا 90.000 ناقص مجموع المبلغين اللي أنا جابتهم من قيد رقم واحد وقيد رقم أربعة رح يكون يساوي لي 125.000 إذن هذا زائدا هذا ناقص مجموع هذاني رح يكون لي 125.000 هنا أنا كشف المطابقة عزاء الطلبة هنا أنا رح يكون أنا عندي هذا النموذج يحفظ يحفظ كما هو يحفظ كما هو اليضاف يضاف واليطرح يطرح والرصيد هنا يوضع وهنا الرصيد المديني يوضع يعني خلينا نقول هنا حفظ كامل إلى كشف المطابقة وأجيب المبالغ هاي مالتا من القيود اللي احنا قمنا بتسجيلها في استجلات مالتنا اللي هي القيود الخاصة القيود الخاصة بسجلات المركز وسجلات الفرع تمام فهاي القيود الخاصة اللي أنا سجلتها أوصلها إلى كشف المطابقة ورح أطلع الرصيد الصحيح هنا نكتب الرصيد الصحيح اللي هو بالسجلات الفرع وسجلات المركز إلى هنا ينتهي درسنا إلى هذا اليوم ونلتقيكم إن شاء الله بالدروس اللاحقة دمتم على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر